السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتدرب في هذا الفيديو عن استخدام was, where, was بمعنى كان, أيضاً where بمعنى كان عندما كان عمري سنتين ويريد ترجمها يدخل هنا مطاب عندما كان يضع was مثلاً يعرفها عمري يكتب my age سنتين two years ويترجم هذه الجملة ويكون ترجمت كل ياتها خطأ يظن when was my age two years إذن هاي الخطأ الشيعة وهذا خطأ أقول when I was two خلاص عندما كان عمري سنتين when I was two لما أكون أستطاع أن أمشي I couldn't walk لاحظ كود جاءت من كان كان يستطيع كود استطاعها أيضاً not أختصرها بهالشكل أضع مدالة O أو بسروف تين تصبح I couldn't walk أو ممكن بشكل كامل أكتبها كود نوت بس الأفضل دائماً أختصر كود انت إذا نصح جملة عندما كان عمري سنتين I couldn't walk أو لما أكون أستطيع أن أمشي يجب أن ننتبه I هي شيئت ويو ذي الضمار هذه دائماً لازم أحفظها أفعال كون عندنا am is are جميعها بمعنى يكون يعني am يكون is يكون are يكون لكن I تأتي مع am I am he شيئت is we they are طبعاً تكلمنا في فيديو سابق بشكل مفصل عنهم اللي يحب يرجع موجودة على القناة أيضاً ننتبه was where أيضاً بمعنى كان جميع من نفس الترجمة لكن am الماض منها was is الماض منها was يعني I was he she it was are الماض منها were we were you were they were إذن ننتبه was كان وأيضاً كان أيضاً was نستخدمه مع المفرد مثلاً نقول أحمد was كان أحمد لكن where نستخدمه حالة الجمع أحمد and mary أحمد ومary نستخدم معهم where كان لكن was نقول أحمد was تكلمنا بشكل مفصل يحب كما قلنا موجودة على القناة لاحظ هذه الجمل كيف استخدم was في اللغة الإنجليزية أيضاً استخدم could could استطاع couldn't لم يستطيع when I was a baby I couldn't speak عندما كنت لاحظ I was عندما كنت baby طفلاً I couldn't speak لم أكن أستطيع التحدث أو لم أستطيع التحدث أو أريد أن أقول I could speak الشكل هذا يبقى كما هو when I was عندما كنت ماذا أكتب I couldn't لم أستطيع أو تقول I could استطيع وأيضاً تقول الحدث when I was a baby I couldn't speak لاحظة جملة هذه when I was five عندما كان عمري خمس سنوات لاحظ when I was طفل عندما كنت طفلاً when I was five عندما كان عمري خمس سنوات I couldn't drive a car لم أستطيع أن أقود سيارة أو أستطيع أن أقول I could drive a car ممكن أقود سيارة when I was five I couldn't drive a car إذن أضع couldn't أو could when I was four عندما كان عمري أربع سنوات لاحظ I couldn't cook أميض لم أستطيع أن أطبخ وجبة when I was four I couldn't cook أميض إذن نحفظ when I was I couldn't وأضع الفعل إذن نتدرب هذه الفقرة على استخدام was و where نتعلم أيضاً بعض المفردات last week يعني في الأسبوع الماضي أو نقول past week أيضاً نضع past أو last it لاحظ بعد it اللاحظ مع I I هي شيء نستخدم was بقى الضوية نستخدم معها where last week it إذن نستخدم بعد it was كان أحمد camping trip إذن كانت رحلة أحمد للتخيم إذن trip رحلة camping معته تخيم camping trip إذن رحلة تخيم we لاحظ نستخدم معها where we were يعني كنا very excited إذن مندهشين أو متحمسين جداً because لأنه there لاحظ بعد space الفراغ هذا جاء a إذن 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 مفرد إذن نستخدم معها was there was كان هناك a big barbecue كان هناك barbecue يعني حفلة شواء كبيرة in the desert في الصحراء last week it was أحمد camping trip we were very excited because there was a big barbecue in the desert I think أحمد أو أحمد very happy أحمد يخضي ضمير هي ومفرد عندها نستخدم was I think أحمد was very happy because all of his friends and family لاحظ his friends and family إذا أصدقاه وعائلته موجود and مباشرة نعرف أنه هذا plural إذن جمع عند إذن نستخدم where where at the barbecue I think إذن أعتقد أو أحسب أو أظن أحمد was إذن كان أحمد very happy سعيد جدا because لأن all جميع أو كل of لاحظ all of جميع عائلته all of his friends ممكن نقول all his friends بدون ما نستخدم of أو نستخدم ها all of his friends and family لأنه جميع أصدقائه وعائلته where where يعني كانوا at the barbecue في حفلة الشواء I think أحمد was very happy because all of his friends and family were at the barbecue أيضا لاحظ أصدقائه وعائلته ممكن شخص يقول طب أوكي نعرف his friends يعني أصدقائه طب وين كيف عائلته لازم نكتب his مرة ثانية ما يحتاج خلاص and يكون وبعد ضمة يكون ضمة فتحة فتحة هي باللغة العربية لكي نقرب لك المعلومة أيضا باللغة الإنجليزية لا يحتاج أن أكتب his friends and his family خلاص his تعود على friends وأيضا his family إذن ما يحتاج أكتبها مرتين تبعنا مثلا أريد أن أسأل شخص when was your last camping trip متى كانت رحلتك للتخيم الأخيرة لاحظ your last camping trip الثاني إجابة أكتب بدل عن your my my last camping trip أرجع was لاحظ الإجابة من نفس السؤال فقط وضعت was بعد trip my last camping trip was يعني كانت رحلتي التخيم الأخيرة in last july how old were you on your last trip how old were you لاحظ نحفظ السؤال هذا كم كان عمرك how old were you كم كان عمرك أو نقول how old was he كم كان عمره how old was she كم كان عمرها لاحظ how old were you كم كان عمرك on your last trip في رحلتك الماضية وريد أن أقول كان عمره i was كما قلنا i was three i was three i was five i was eleven وهكذا إذن لكي نعرف كيف أسأل سؤال كم كان عمرك how old were you الإجابة i was i was twenty i was sixteen i was eighteen وهكذا إذن نتدرب كيف استخدم i could could استطاع couldn't لم يستطع طبعا can الماض منها could طبعا l ما ننسى l silent letter إذن حرف صامت لا يلفظ i could walk إذن استطيع أو استطعت المشي أو أنا أمشي طبعا ممكن شخص يقول وين كلمة an طبعا هي to لكن بعد نسميها model verb الفعال الناقص لن نستخدم to لا صحيح نقول i could to walk هذا خطأ إذن تحذف ضمنيا استخدم استطعت أن أمشي بهذا الطريقة i couldn't climb a tree إذن كما قلنا إذا كان عدنا حرف m بعدين b i couldn't climb a tree لم أستطع أن أتسلق شجرة إذن بهذا الشكل تكلمنا عن استخدام was where وأيضا كيف أستخدم when i was بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضع لعائك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته